نيشان عبور صحابي حق نيشان عبور بشي تيرو دوم الإيهاب ياريشينيرو نيشان عبور بشي تيرو دوم الإيهاب ياريشينيرو صحابي حق بعد اللقاءات والاجتماعات اللي تمت مبين تبون ومكران وتمت مبين الوزارات تبون ومكران اللي جابوا نصح حكومة الفرنسين جابوا نصح حكومة لذلك؟ واجتماع على أعلى مستواته على المجلس الأمن ومجلس إقدار الفرنسين مملوا كمان اللي مخلاص فيها نحن علينا اليوم الوزير الخارجية الفرنسي اللي هو مجلس بشغير اشتبت يسنافي عمره اسمعات تلقى تعليمات من عند مكران ومسرح بها يقول أنه ماكران يقول له افتح صفحة جديدة مع المغن يزمك تكتبوني صفحة جديدة مع المغن هذا ما قالوا وزير الخارجية ستيفان ستيفان السيجورني اللي في حوار جراحة حتلال وسائل إعلام الفرنسية يومي ووست فرنس وأسبوعية ألمانية فرنكفورت ألمانيا سايتونج ومجلة بولندية يقول وزير الخارجية الفرنسي يقول أجرينا حدة اتصالات منذ تقلد حقيقة الخارجية مع السلطات المغربية منذ تقلد هو حقيقة الخارجية لا يوجد مستشني لقاحات حتيثة وحتيثة لأنه في الانتجاو لا يوجدوا يأتي مع جزائرين أولا وزير الخارجية اللي كان قبل ما حدار ودار رأى مبقاش بعد جابوه حداخر جديد جديد قديم على قبيحة وما يقدرش ياخد قرار لأنه يمشي بالأوامر كل وزارة الجزائريين يمشيوا بأوامر من العسكر وكذا تسير الدولة الجزائية أردنا مع السلطة المغرية قال جلنا عدة اقتصاد منذ التقلدي حقيقة الخارجية ومعندوش 15 يقول لك لقد طلب مني رئيس الجمهورية نيمانيون ماكرو شخصيا أن أستثمر في العلاقات الفرنسية المغربية لا تقلل في العلاقات الفرنسية الجزائرية لأنه أي اسم الجزائر الشاب يمع الجزائر ها الناس يبرمجوا زيارة الباريس يجو كل شيء يتمقق الأخرى يقولون لا ما نجوش وعليش ما نجيش اه كأن ذاكرة وكأن هاد هنكتبوا التاريخ هاروح نكتبوا التاريخ مع بعض هي أحيان اللجنة يجيب بجمان الصورة لكن أحيان اللجنة يتيغي عمر ومكتب حرف في حياتهم بجمان الصورة كتاب ومتفقه في التاريخ الجزائري لأخر اكتب قال لا 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 مساهمتها وعند نجيد شيخي راح نبالله ما نحكي لهم على بلارج بلارج ندار التواق شفتوا المستوابين راح توقعوا ستمر في علاقات الفرنسية المغربية ومن حقه من حقه نعم لأنه يعرف بالجزائر على ستيف ويد بلارج في الشارع ومن حقه يغيروا منه يديروا أفسي يتحرشوا للعسكر والمخابرات لكي يسيبوه لكي يقولوا ها نسيبوك ها نسيبوك ها نسيبوك بلارج جزائر هاكذا تفنكسيوني يا ناس هاي هاكذا تخدم انتمشي الجزائر شتمشي عيد لك قالوا استثمر في العلاقات الفرنسية المغربية وهذه العلاقات على كل حال الشيلي معروف أنه العلاقة الفرنسية المغربية محكور بموقف باريس من القاضية الصحرائية يعني لكن المغرب يقول لك أنا يا أخويا أي واحد ندير معه علاقتنا مربوضة بقضية السحر لا أكثر ولا أكثر قضية السيادة ما عندك منه وفي هذا يعني يعني العكومة الفرنسية ما شفت حتى مانع باش تقول انه فرنسا كانت دائما في الموعد حتى فيما يتعلق بالقضايا الأكثر حساسية مثل قضية السحراء الغربية التي لقي الدعم الواضح والمستمر من فرنسا فيما يتعلق بالحق بالذاتي كان منه قص 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 ما عندك من تروح وقال أنا سيجوني في هذا الصحف ثلاثة درية قال لقد أصبحت الخطة حقيقة واقعة منذ العام 2007 من التاريخ لصباح الملك محمد السادس المخطط الذاتي يقول ونظيف أن الوقت قدحان الموضي قدما سأبدو القصارى جهدي في الأسابيع والأشعر المقبلة لتقريب بين فرنسا والمغرب مع اكترام المغربيين فيما بدى الآن أنا الشيلي شاهدوا هالكين مغازلة فرنسية للمغرب شاهدوا كيف ماذا؟ من جهة أولا الجزاء اللي هي نحب تغازل فرنسا من أكتر فرنسا بقادرتها شاهدوا مفايوة قلايا رفطيشة لي قالوا ماذا؟ قالوا أننا سنزعفون ماذا زعفنا؟ ما الذي يجب أن يجب أن يغني ضلائة المغنية؟ ما الذي يجب أن يغني ضلائة المغنية؟ ما الذي يجب أن يغني ضلائة؟ شاهدوا موقف سجوني موجود موجود من قضية البرلمنة سيجوني لما كان في البرلمان الأوروبي هو اللي كان رأس حربة تاع التيار المناهض للمغرب يعني رأس حربة للتيار المناهض للمغرب وهو اللي كان ورا الابتهامات التي طالت المغرب وكانوا داروا لوائه من البرلمان الأوروبي ضد المغرب تدينه بقبع فرقية الصحافة وسجن الصحافيين الجزائر بير لا تتكلمش عن رديحة الأوروبي وهذا سيوري لا تتكلمش عن الجزائر الجزائر أكثر بالد أكبر بالد انتهاك للحريات الفرضية الحرية التعبية وحرية الصحافة وحرية السياسية المشاريع كان مسوت كل جهده ضد المغرب هذا سيجوني اللي اليوم أنا هو وزير خارجي ولي رأوا يقول سأبذل قصارة جهدي للعلاقات المغربية الفرنسية سأبذل قصارة جهده في موضوع مخطط لحكم ذلك سأبذل قصارة جهده وليس أبذل قصارة جهده لأنه شاف انه معاذاته للمغرب لم تؤثر عن المغرب ما بكاومش شو مقرب يسهل لك قوله رب يسهل لك بعد يشوف باللي الجيهة اللي كان زع ما يخدملها وكان وكان متساهل معها يظهروا عراية ما يستاهلوش مشروع العيقات هذا هو لأنه جزائر محنهاش ديبلوماسية ومحنهاش خطوانة نايا لاوزير خارجية شد ثلاث سنين ربع سنين اللي جات ببون ثلاث وزارات ثلاث وزارات ثلاث مدراء من خارج كل يوم لا يوجد استقرار لغة ثانيام لا يوجد خطوانة ثلاث سياسة لا يوجد لا يوجد مساعدة أنا قال أنا رواساطة بين روسيا وغرانيا أنا رواساطة عن النجريين لا يوجد أنا رواساطة عن الماليين لا يوجد وينما نضعوا نجاح لا يوجد خطوانة لا يوجد خطوانة أو يوجد حكاية تكذبت عضو غير ذلك في أجلس الأمن بشكل يوالدي ما سلعنا الكاعد خذ رفك عشا رأيك احتيبين وطيشوك يتخرج لأنه كان اصحاب الفيتو هما لي صيدوه خمسة هما لي صيدوه تكريدين ما عندك ماذا جيت قليعة عشاء اليوم وش سرى بالنسبة جزائي مع فرنسا فرنسا رفعت يدها فمتزير قيلونا منهم هادعها هادعها قلت والله هادعها في فرنسا ما تبغي تعاند العصابة الحاكمة ما تبغي عيادت معها عيادت مدت 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 خار خلا صامتين هادعها ما بقاش ومكرا نشى الى ام بعد حد الحقوق الناس حد من الواسط ديانه يلوموا فيه عشي التساهل كإنسان مع عصاب الجزائي قلت له هادعها هادعها عصابه هادعها هادعها وهو مسكين عندما يجيه تبون يعطي له هذه القموشة وهذا وعما تبون يعطيون راهم من النصا عندما يجيه هذه القموشة سمعت راهم من النصا يقولون أنه يقولون أنه ليس لديه مجالباً يقولون أنه ليس لديه مجالباً يقولون أنه يتطويتك في رئيسة مورياً هذا يسألون لذلك دوق مع فرنسا في الميني واش بقالق؟ دول جيوان في أوروبا وش بقالق؟ خالق إسبانيا فهي يقضوا على وجهي الوزير الخارجية الإسبانية دوقوا مشوفوه هذا موضوع الوزير الخارجية الإسبانية الجزائر شوفوها برج اشتركوا في القناة